نبقى في المجال التقني حيث افتتحت الجامعة الأمريكية في الشارق أعمال المؤتمر الدولي الثامن للمواد الذكية وتقنيات النانو الهندسية الذي نظبته بالتعاون مع معهد هاربين للتكنولوجيا في الصين والمعهد العالمي للميكانيكا المعهد العالي للميكانيكا في باريس وجامعة ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء الصناعيين والأكاديميين انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الثامن للمواد الذكية وتقنيات النانو الهندسية لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال وتطبيقاتها في مجال الهندسة حيث تضمن المؤتمر محاضرات ألقاها خبراء عالميون من جامعات مرموقة عالمية موضوع هذا المؤتمر مهم جدا ويتطرق إلى كيفية استخدام المواد الذكية والتقنيات النانو لحل التحديات المعقدة في العديد من القطاعات الهندسية والهدفنا أن تصبح المؤدسسات أكثر مثالية وإنتاجية وابتكارا ويتماشى هذا المؤتمر مع رؤية الإمارات 2031 بالإضافة لإستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة المؤتمر هذا يعني عنده تاريخ كبير انطلق في حوالي 2007 كان في معهد هاربن للتكنولوجيا في الصين وبعدين انعقد في عدة دول بما فيهم إسبانيا، أستراليا وكندا نحن فخورين وأنه عنا أكثر من 100 مشارك من 15 دولة مختلفة عنا 15 جلسة تقنية حيكون فيها يعني أكثر من 70 عرضا تقديميا في عنا معرض يقوم فيه شركائنا الصناعيين بالتعريف بالتكنولوجيا منتجاتهم وأنشطاتهم الرئيسية المؤتمر قدم للمشاركين فرصة لاستكشاف كيفية دمج المواد الذكية وتقنيات النانو في مجالات هندسية مختلفة مثل الفضاء الجوي وصناعة السيارات والهندسة الطبية الحيوية والربوتات والهندسة المدنية كما تناول مؤتمر موضوعات عامة مثل الطرق وأدوات التحليل وتحصيل الطاقة والاستدامة البيئية وتقنيات التصنيع الذكية إذن المؤتمر الدولي للمواد الذكية وتقنيات النانو الهندسية هو منصة لتبادل الآراء والخبرات التقنية واستكشاف كيفية دمج المواد الذكية وتقنيات النانو في مجالات الهندسة المختلفة لأخبار الدار فايزة ضنحاني الشريقة